طرحت الفنانة أصال نصر أغنية جديدة بعنوان سيد الغرامي جمعتها مع الفنانة أسماء المنور على طريقة الديو حقق العمل أكثر من مليوني مشاهدة على موقع يوتيوب بيومين لكنه أثار الجدل وغضب الجزائريين بعد ظهور أصال وهي ترتدي في الأغنية حلية خيط الروحي الذي يعتبر من التراث الجزائري بحسب بعض المغردين حلي خيط الروحي متجذر في عمق التقاليد الجزائرية ينتقل من الأم إلى لبنة بالميراث ويحتفظ به مدى الحياة وهناك عائلات لا تزال تحتفظ بخيط روح من القرن ثمانية عشر هو مصنوع من الذهب أو الفضة وترتديه العاصميات مع الألبسة التقليدية الجزائرية كالشدة التلمسانية أو الكركو مثلا بدأت قصته مع رجل فقير لكنه أصبح اليوم واحدا من أغلى المجوهرات في الجزائر